اشتركوا في القناة وبهذه المناسبة أكد سعادة وزير الخارجية على عمق العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة وما تتميز به من متانة ورسوخ على كافة المستويات بفضل الرعاية الكريمة من لدن حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المعظم حافظه الله ورعاه وأخيه خادم الحرمين الشريفين حافظه الله ورعاه وبدعم يوم مساندة ومتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية حافظه الله وشهد سعادة وزير الخارجية بالدور القيادي الفاعل للمملكة على المستويين الإقليمي والدولي وجهدها المخلصة في خدمة القضايا العربية والإسلامية والدولية وإسامتها الملموسة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع مسيرة التعاون العربي المشرق ودعم الأعمال الإنسانية متمنيا للمملكة المزيدة من الرفعة والرقي في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حافظه الله ورعاه ترجمة نانسي قنقر